اتفضل ايش سؤالك في الوصول اخر مرة هل بناء القبور هو شرك؟ لماذا تضربون الشيعة بالشرك لأنهم طيب ده سؤالك هل بناء القبور شرك؟ تفضل عندك سؤال ثاني عني طيب يا علي اولا من قال اسمع بس من قال ان البناء القبور شرك هو علي بن ابي طالب مش احنا اللي قلنا وده ورد في كتب الشيعة الاسمع العشرية يا علي تمام واخدوا باركم من اللفة الجميلة العالي الناجفي مع الشيعة النهاردة لما بتزنك بتقلب الامور امور سياسية لا احنا برضو بعيدة عن الامور السياسية اجرك انا تاني يقول علي اللي بقول لك سؤالا القبور وده جهو ابن ابدا للمرة عشرين مرة تمام يقول علي ابن ابي طالب في كتب الشيعة الاسمع عشرية في كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكوليني كما ازهر على الشاشة اخواننا لاحبة برك الله فيكم يقول في الحديث في الجزء السادس صفحة خمسة واحدة عشرين عن ساهل ابن زياد عن عنق قال امير المؤمنين بعثني رسول الله صلى الله عليه وقاله في هدم الكبور وكسر الصور في هدم الكبور وكسر الصور ممتاز يعني قول بقى لعليه ابن ابي طالب هو انت بشرك يا امامنا يعني احنا دلوقت عمانين نبني عندك على القبر ونحط ذهب ونحط الماز ونحط المجوهرات ونحط 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 وربنا انا لو رحت سرقت القبر ده كده وقسرت حديده ولا يعرف يعمل لي حاجة صاحب القبر فيه ايه رأيك يا علي يعني ما يقدرش ينفع نفسه اساسا ولكن هي المراجع لما عملت لكم تلك المظهرات يعني هو الغرض منها حل بالاموال مش اكتر واحنا عارفين الكلام ده كويس فايشي عايز اتصل يعني يركز في موضوع الحلقة شوية ها يعني سيبنا من التهريك بارك الله فيكم